اما العتب على الكابتن عدنان درجال بشكل كبير وعلى السيد رعد حمودي وعلى السيد اياد ابنيان رئيس الهيئة التطبيعية اتفاجئنا وانصدمنا بانه الى هذه اللحظة هاي العناوين اللي تمثل المؤسسات الرياضية الابرز لم تتصل بعائلة الكابتن علي هادي ولا تقديم التعازي ولو باتصال هاتفي يعني انا استغرب هسا ما حضرته بيوم وفاته وقلنا العذر انه هذي تجمعات وتخافون على روحكم رغم انه الاجتماعات مستمرة في مؤسساتكم وفي دوائركم وهذا اللي ما جاي نشوفه في الاخبار زيان الموبايل مثلا ينقل عدوى لو يعني يكلف انه انت تتصل وتقدم التعازي للكابتن حمزة هادي